وضمن هذه المؤشرات التي تمثل نفوذ الخبرة السياسية على الردود الأفعال الانتقائية فقد كشف مصدر المطلع عن تعرض تحالف العراق المستقل إلى انشغاقات داخلية وفوز الإطارة تنسيقية بالحصة الأكبر في ضوء الاجتماع الذي أعلن عنه اتلاف دولة القانون بين نور المالكي وأعضاء الوفد المرشح الفائز المستقل المحسن علي أكبر فيما أعلن تجمع واسط الحاصل على مقعد النيابي في الانتخابات المبكرة والذي يتزعمه المحافظ الحالي محمد المياحي انضمامه إلى الكتلة الصدرية في المقابل نفى القيادي بتيار الحكمة جاسم بخاتي اعتراض أي طرف من قوى الإطار التنسيقي لحضور الاجتماع في منزل زعيم تيار الصدري مؤكدا أن تأجيل الاجتماع متفق عليه لتحديد الرؤى وتفاهمات على شكل الحكومة والعلاقة مع المكونات الأخرى ترجمة نانسي قنقر